السلام عليكم اهلا بحضراتكم ده الفيديو السادس في السلسلة المتكاملة لشرح محاسبة التكاليف من البداية للنهاية. درسنا سلوك التكاليف المتغيرة والسبتة بحالات عملية واستفضنا فيها كتير. النهار ده بقى التكاليف غير المباشرة. وايه مشاكل التكاليف غير المباشرة? طبعا موضوع كبير. موضوع كبير. اولا يعني ايه التكاليف غير المباشرة. احنا عندنا حاجة اسمها التكلفة الاولية. اللي قال المواد المباشرة والاجور المباشرة. ما خلافهم هو ده التكاليف الغير المباشرة. طيب معناها ايه برضو التكاليف غير المباشرة? من اسمها انا مش قادر احملها على المنتج مباشرة. يعني انا عندي مصنع بانتج عشر منتجات. مختلفين. ايجار المصنع بيخص منتج بعين ولا المصنع ككل? المصنع ككل. لكن مثلا فيه بانتج مثلا اساس. يبقى الخشب ده الجيل الاساسي. بدأت تكلفهم بشرة. دايريكت. هجب بالان دايريكت بيخص عموم المنتجات. زي الايجار التأمين المياه الكهرباء الحاجات اللي انا كتبها دي. طيب ايه خصائص التكاليف غير المباشرة قبل ما يدخل بقى في الجانب العمل يعني? تعدد وتنوع عناصرها كتير عناصر كتيرة جدا. ممكن الشركة يبقى فيها خمسين تكلفة غير مباشرة. ارتباطها الضعيف بالمنتج النهائي طبعا هو دا اللي بيخليها غير مباشرة. اجماليها كبير رغم قلة قيمة بعضها. يعني ممكن فطورة الكهرباء دي تبقى رقم قليل. الفطورة المياه رقم قليل. لكن لما تجمع بقى البنود الكتيرة الاجار والتأمين والضراب والعقرية والحاجات دو كلها يديك مبلغ كبير مؤثر طبعا في تحديد التكلفة. يبقى ده موضوع مهم. بعضها قد يحدث مرة واحدة في الفترة او الاخر على فترات متبعدة او الاخر على الفترات متقربة. يعني ممكن يحدث شهريا زي فطورة الكهرباء. ممكن يحدث سنويا زي الضراب العقرية وهكزا. عدم وجود ارتباط مباشر بين التكاليف والمنتج طبعا ده احنا قلناه. بعضها متغير فطورة الكهرباء كل ما الاستهلاك بيزيد. آآ الالد يشتغل كتير بقى فطورة الكهرباء كتيرة. بعضها سيبط طبقة للعقد مسلا زي ايجار المصنع. لا يتغير مهما زي حجم الانتاج. معظمها بنود زمنية غير مرتبطة بالنشاط ماشي. الكلام ده قلناه. طيب ايه المشكلات اللي بتقابلنا في موضوع محاسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة? احنا عندنا مشكلتين. مشكلة الاولى احنا قلنا بتخص اكتر من منتج. يبقى زي نوزعها على المنتجات بتاعتنا. دي المشكلة الاولى. ودي هنقعد فيها كمان فيديوهين او تلاتة اقادمين. لو هندرس بقى الاربع طرق الاجمال والفراد والتمادل والتنازل. وندرس الا بي سي. التكاليفة على اساس النشاط. ده مفهوم مهم جدا. يبقى انا مشكلة الاولى في التكاليف غير المباشرة. ازاي اوزع تكلفتها على المنتجات. وفقا لاساس عادل. فانت قدامك اهوة بعض الامثلة لقس التحميل المناسبة. او حاجة اسمها بنسميها مسبب او محركة التكلفة يعني ايه? يعني اللي بيحرك التكلفة. اللي بيسبب التكلفة. يعني مثلا ايجار والتدفئة والتبريد والضرائب والعقرية والصيانة. الحاجات دي كلها مرتبطة بالمساحة. يعني لما اجي اوزع الحاجات دي على عنابر التجريب او مراكز الانتاج. العنبر اللي مساحته كبيرة يشيل في الاجار اكتر. يشيل في اهلاك المبنى اكتر. يشيل في صيانة بتاعة المبنى. طبعا بتكلم على صيانة واصلاح واهلاك المباني. مثلا مصروفات التليفون. حسب عدد العمال في كل مركز. يدينا فاتورة التليفون من اللي بيدفع تليفون وفاكس والكلام ده اكتر. مركز الصيانة. طبعا ده مرتبط بعدد ساعات تشغيل الالات. او لو عندي متاح بيان بعدد ساعات الصيانة. لو كل ما الالات اشتغلت كتيرة هي اللي بتحتاج صيانة اكتر. يبقى الصيانة مرتبطة بساعات تشغيل الالات. تأمينات الاجتماعية والحاجات ده كلها مرتبطة باجور العمال. مش عدد العمال. ممكن عدد العمال يبقى كتير في مركز معين. بس هو الاجور منخفضة يبقى التأمينات منخفضة. شؤون العاملين برضو زي ما اتفقنا عدد العاملين او كلفة العمل المباشر. اللي فيهم هو اللي يحقق العدلة اكتر. هو مركز شنون العاملين ده اللي هو اسمه دلوقتي موارد البشراء الاتشار. ده بقى المسؤول على الترقيات والتدريب ومش عارف المرتبات والحضور والصراف كل ده. يبقى مرتبط بعدد العاملين او كلفة العمل المباشر اللي هي الاجور المباشرة. القوة المحركة. القوة المحركة دي بقى اللي هي الكهرباء والحاجات دي. دي منتبطة برضو بعدد كل وط اللي انا بستهلككم في كل عمبر تشغيل. لو انا عندي عدد لكل عمبر تشغيل. او الساعة تشغيل الات وهكزا. مركز المشتريات المصاريف اللي انا بنفقها على المشتريات العمومية للشركة يعني. على حسب بقى عدد الطلابيات اللي جات للمنتج ده. يعني في منتج جاله طلبيتين في الشهر. منتج تاني جاله عشر طلبيات. يبقى هو اللي يشيل اكتر في مصاريف المشتريات دي. وهكزا بقى انا مش عايز امسك حاجة حاجة بس يعني انت انا بقول لك الفكرة بتاعتنا ايه? في التحميل. مسلا في اهلاك الات فوقه هو على حسب قيمة وتكلفة الالة. الالات اللي كميتها عالية هي اللي تشيل في الاهلاك اكتر. سالو انا بحسب الاهلاك ايه? كاجمال يعني. ده لازم اوزعه في الاهلاك. النور والاضاءة. على حسب عدد اللمبات. لا. ممكن عدد اللمبات يبقى كتيرة. بس سكوط اللمبة مش كوية. عدد اللمبات في كوط اللمبة بالوطن. ده الادق. يعني ممكن عنبر يبقى فيه خمس لمبات. بس بمأمة لمبة في عنبر تاني. يبقى لازم اضرف كوط اللمبة بالوطن. وهكزا بقى جماعة. آآ نقدر نوزع التكاليف غير المباشرة. دي المشكلة الاولى قلت لك انحلها بحوالي فيديوهين او تلات اقادمين. طيب المشكلة التانية ايه? انا ساعات بيجي لي امر انتاج بخلصه في شهر. طلبية جاي اللي بخلصها في شهر. تمام. عايز احملها بالتكاليف غير المباشرة. طيب التكاليف غير المباشرة مش كلها تحققت لسه. في حاجات بدفعها سنوية زي ما اتفقنا. وفي حاجات ما ببقاش عارف هدفع قديه اصلا. زي فواتير الكهرباء والماء والحاجات دي مش عارف هدفع قديه. طيب ايه يبقى هاوزع ازاي او هحمل ازاي الطلبية دي بالتكاليف غير المباشرة. عشان كده محسب التكاليف فيها. حاجة مهمة قوي اسمها ايه? التكاليف الاضافية المحملة. ايه التكاليف الاضافية دي? ان انا بقدر التكاليف. يعني بيجي محسب كده. مع المهندسين والناس المسؤولة بقى على التكاليف الحاجات. يقدروا لنا التكاليف الغير المباشرة بتاعت السنة هتيب بقد ايه? ونحملها. اسمها التكاليف اضافية محملة. بنحملها في انتاج تحت التشغيل. تمام? واخر السنة بقى لما الفعليات تحصل تكاليف الفعليات تحصل بنقارن بين التكاليف الاضافية المحملة مع التكاليف غير المباشرة الفعلية طيب قبل ما نقول المقارنة دي وإن اللي بيحصل في المقارنة انت فهمت احنا ليه بنقدر التكاليف غير المباشرة لما عملتش كده مش هقدر احدد تكاليفة الطلبية يبقى مش هقدر احدد السعر المناسب للطلبية يعني جاي لي طلبية هو الراجل العميل عايز يعرف السعر طب هعرف السعر ازاي وانا مش قادر احدد التكاليف ماشي التكاليف المباشرة هقدر احددها مواد الاجور المباشرة هقدر تبه الغير مباشرة ما لازم المنتج يأخذ نصيبه من التكاليف غير المباشرة صح والتكاليف غير مباشرة دي ما لازم اغطيها لازم السعر بتاعي اغطي التكاليف غير المباشرة انا لو ما حملتش التكاليف غير المباشرة دي يبقى قرار التسعير هيبقى خاطئ وتكلفة المنتج خاطئة كل حاجة هتبقى عندي غلطة انا لازم الجأ لهذه العملية اللي هي اسمها ايه تقدير التكليف الاضافية اسمها التكليف الاضافية المحملة باجي بقى اخر السنة او اخر الفترة اقارن الفعلي مع المحمل الله لو التكليف المحملة بتسوي التكليف الفعلية مش هعمل حاجة انا كويس يعني انا قدرت التكليف ان هي مية الف والفعل مية الف خلاص مية مية انت كده ريحتني طب لو المحملة اكبر بقى او المحملة اكبر من الفعلية ده حاجة حلوة اللي وحشة الاول حلوة طبعا لمحملة 100 ألف انا قدرت التكاليف السنة هذه 100 ألف غير مباشرة جيدة آخر السنة لقيت ان اتحملته فعلاً 90 ألف يبقى فيها 10 تلاف مكسب تخفيط في التكلفة اسمه تحميل بالزيادة يعني انا محمل 100 ألف بالزيادة عن 90 ألف محمل بالزيادة 10 تلاف اسمه فروق تحميل بالزيادة تحميل بالزيادة العكس بقى لو المحملة أقل ان انا قدرت التكاليف بـ 50 ألف وهي طلعت 70 ألف الفعلي يعني في 20 ألف تحميل بالنقص محمل بالنقص ده طبعاً بالنسبة لي عبقى under applied طيب ازاي فروق التحميل دي بتتسوي ازاي طيب انا طبعاً تعودت معك ان انا محب بشرح الحاجة كاملة كاملة شاملة فانا عشان اقول لك فروق التحميل تتعالج ازاي لازم عايز ابدأ معك القصة من اولها ازاي بنعالج التكاليف الاضافية overhead cost والتكاليف الفعلية اللي هي الغير مباشرة الفعلية طيب الموضوع بيبدأ ازاي المنتج ككيود محاسبية طبعاً المنتج في حاجة اسمها انتاج تحت التشغيل هذه بيلمة النجاح المباشرة والأجور المباشرة طب الغير مباشرة اه اقولنا بنقدر او بنعمل اعباق اضافية محملة يتبقى انتاج تحت التشغيل بحمله الاول بالاعباء الاضافية المحملة من حساب انتاج تحت التشغيل الى اعباء اضافية محملة لبالك الكيود كاملة بتاعت التكاليف ان شاء الله انا اشرحها وانا باشرح الاوامر الانتاجية ان شاء الله يعني اول شراء المواد والصرف وانتاج تحت التشغيل وانتاج تم وتم ومباعه والارباح الخسار كل حاجة نقولها المهم احنا بس دلوقتي مركزين على موضوع فروض تحميل بداية القصة بدأت ازاي انا حملت انتاج تحت التشغيل بالاعباء الاضافية المحملة ماشي اذا اول قيد باجي بقى في الاخر بحصر التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية بحصرها حصرناها خلاص يبقى نسبتها في الغير مباشرة من حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة الى مذكورين بقى كافة التفاصيل بتاعت الغير المباشرة سواء كانت مواد او اجور واحد يقول ايه ده اتحط المواد داينة اش المواد دي مصروف اتحطت داينة زي لا انا كديك احوض باللازرق في قبل كده السداد يعني انا انا بسدد باول مينا المواد الى الموردين او الى النقدية بعد كده المواد الغير المباشرة دي بقى كمحاسب التكاليف بقى مشوف فيها بتخص ايه. بتخص الغير مباشرة يبقى لازم حملها لحساب التكاليف الصناعية الغير مباشرة. تب لو انا شاري مواد مباشرة احملها الانتاج تحت التشغيل 6k في اانتاج تحت تشغيل بياخد مع الكه ايه مواد الشرقة حسب يعني طبيعة الآيبن او اهلاك او الاهلاك ما تسديتش وبعدين اروح اقفل الحاجات ده كلها واحصره في التكاليف الصناعية الغير مباشرة مسلاء لله بحصل اه بعد كده ايه هالكود الفتى الاعباء في الا ضافية المحملة كانت دائنة اوى ما اقفلها في التكاليف الصناعية الغير مباشرة بقت مدينة اه والتكاليف الصناعية كانت مدينة اه اتقفلت ابقى دائنة بس بكمة ايه لعباء الاضافية المحملة. يعني مسلا هنقول للكود الاولاني ده الاعباء الاضافية المحملة كانت خمسين الف. حلو الكلام. الغير مباشرة الفعلية كوى الكود التاني ده ستين الف. نروح ايلي من الاعباء الاضافية المحملة بخمسين الف الى التكاليف الصناعية الغير مباشرة بخمسين الف. تبالك يبقى الغير مباشرة فضلها عشرة الاف ما تقفلتش بيه. هو ده بقى الكود اللي جاي فروق التحميل. طيب. المثال اللي قلته ده ده فروق بالزيادة ولا بالنقص بالنقص ده فروق بالنقص يبقى الكود الثاني اللي على الشمال ده من تسوية فروق التحميل الى التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية طيب لو الفروق بالزيادة الكود هيبقى بالعكس من تكاليف الصناعية غير مباشرة فعلية الى تسوية فروق التحميل خلي بقى لك فروق بالزيادة ده اراض عشان كده تسوية فروق التحميل ظهر في الجانب الدائم ما الاراضات داينة ركز معي فروق بالنقص قلنا انا دعيب او مصروف عشان كده حساب تسود فروق التحميل ظهر في الجانب المدينة مصروفات دائما مدينة او خسار مدينة فنجي بقى لحاجة مهمة اوي انا دلوقتي جبت فروق التحميل سواء بالزيادة او بالنقص اسويها ازاي او من يتحمل فروق التحميل دي هو الفرق اللي حصل بين التقدير والفهم في عند ثلاث احوال او ثلاث ظروف لو فروق التحميل ترجع لاسباب غير عادية ينفيش حد له يد فيها فيش تقسير يعني حصل بس ظروف غير عادية في السوق حصلت يبقى تروح ملخص الدخل او ارباح وخسائر فلو كانت بالزيادة بدل ما هي دائنا تطلع مدينة من حساب تسود فروق التحميل الى حساب ملخص الدخل ولو كانت فروق بالنقص ايه كانت فوق مدينة تنزل دائنا من ملخص الدخل او ارباح وخسائر عادي يعني رقم اتنين ده بقى المهم او او به اذا كانت سبب الفروق خطأ في التنبؤ بالتكاليف يعني محاسب التكاليف هو بيحمل التكاليف الاضافية المحملة دي حملها بالزيادة مثلا زيادة شوية او منقصها شوية زيادة يعني يعني تنبأ غلط يعني يعني كان مفروض دي تنبأ انها خمسين عملها سبعين الف مثلا يبقى في الحالة دي محاسبة بتقول لك لازم نعدل حسابات التكاليف كده حسابات التكاليف على غير حقيقتها لان هي جوها التقدير خلي بالك انا الكلام ده اخر السنة بقى ايه بعدل حسابات التكاليف بناء على فروق التحميل دي فبعدل اني حسابات فيه طبعا اوراق بتقول لك لو المبلغ الصغير حمله تكلفة مباعات على طول حسب نظام الشركة بقى وفيه ناس تقول لك لا نحمل انتاج تحت التشغيل اللي هو المنتج اللي لسه ماكملش انتاج تام اللي هو كمل وتكلفة تكتام بس لسه ما اتباعش الرصيد بتاعه وتكلفة المباعات ده تكلفة اللي اتباع بقى فعلا طب نحمل ازاي بالتسوي لا نسبة وتناسب من كل رصيده نشوف مثلا دلوقت زي ما انت شايفه اوق لو الفروق بالزيادة هنقفل تسويط فروق التحميل ونقول الى التلات حسابات اللي احنا قلنا عليهم وفروق بالنقص نفس الكلام ماشي فيه السبب التالت التقلبات الموسمية نركز معا كده عادة فيه اسعار منتجات معينة تيجي في شهر تغلى وفي شهر ترخص فهتلاقي في شهر فروق التحميل بالنقص وشهر تاني او موسم تاني فروق التحميل بالزيادة زي ما انت شايفه في بعض الاحيان تكون الفروق نتيجة عن ظروف موسمية فا احيانا تكلفة المادة الخام تزيد في مواسم وتكلف مواسم اخرى وبالتالي ما بنعالجهاش بنسيب الرصيد موجود لانه هو هيصف نفسه هيحصل مقاصة ما بين التحميل بالزيادة وبالنقص ولو اتبقى رصيد بيبقى يبلغ قليل ممكن يقفله في ايه في ملخص الدخل على طول دي التقلبات الموسمية او فروق التحميل النتيجة عن تقلبات موسمية ما تيجي ناخد مثال بقى عشان المعلومة تثبت طوفرت البيانات التالية ١١١٠١٨ اخر السنة هو حساب انتج تحت التشغيل كان ٥٠٠٠ رصيده يعني انتج تام ١٥٠٠٠٠٠٠ انتج تام ومباع اللي هو تكلفة المباعات ٢٠٠٠٠٠ وبلغ التكلفة التكاليفة الصناعية الغير مباشرة المحملة يبقى دي التقديرية ٦٠٠٠ تم والفعلية ٥٠٠٠٠ لا تحميل بزيادة ولا بالنقص ده ان هي المحملة اكبر يبقى تحميل بالزيادة ارادة والمصروف ارادة نحية كويسة يعني المحاسب اللي ما يكتشف ده في الاخر هيفرح ان الفعلية اقل بقى ما كاسبها تزيد عن اللي انا متنبق له كمان المطلوب اثبات فروق التحميل وقت تسويت الفروق مفترض ان الفروق ترجع مرة الظروف غير عادية ومرة الاخطاء في التنبق ماشي الفرق بص براحة بقى كده الفرق هنا ما كسب ولا خسارة ما كسب والمكاسب دائما ها دائنة اساسيات كويسة يا جماعة الارباح دائما دائنة هي والارادات يبقى اذا الفروق التحميل هتبقى تحت ايه تسويت فروق التحميل في الدائن ومن تكاليف صناعية غير ومش رفعيلة زي ما انا نسألك من شوية طبعا لو عايز تبدأ القصة كود من اولها نبقى الاول هنقول ما انتك تحت تشغيل اعباء اضافية محملة بستين الف بعد نقول من تكاليف صناعية غير مباشرة باربعة وخمسين الف الى مذكرين بقى التفاصيل اللي انا مقلتهاش بعدين تعمل بقى تقفل المحملة في غير مباشرة من المحملة الغير مباشرة وانتعمل القد اللي جاي ده من تكاليف صناعية غير مباشرة فعالية الى تسويت فروق التحميل نجي بقى للاكفال والتسوية اللي هو المطلوب الثاني لو ظروف غير عادية اتقفل في ملخص الدخل يبقى من تسويت فروق التحميل الى حساب ملخص الدخل طيب ماشي طيب ده لو ظروف غير عادية طب لو اخطأ في التنبؤ بقى المطلوب رقم به نعمل ايه الست الاف دي دي توزع على انتاج تحت التشغيل انتاج تم انتاج تم مباع ازاي نسبة وتناسب يعني بنسبة خمسة الخمستاشر لعشرين طبعا مجموعهم اربعين الف او ممكن نقسم على الخمس تلاف خمس تلاف على الخمس تلاف الواحد خمس شهر الف على الخمس تلاف التلات عشر الف على الخمس تلاف اربعة مجموعهم تمانية واحد اتاتة الاربعة يبقى انتاج تحت تشغيل هياخد ثمن ست تلاف انتاج تم ثلاث سلاس اسمان خمس شهر قال اه ست تلاف اسف وانتاج تم مباع اربع اسمان النصف يعني نصف الست تلاف اللي هو تلات تلاف وكل واحد شهال سبعمائة وخمسين واحد يقول لي طيب احنا جبنا الحاجات ده نعمل بقى ايه خطفة مهمة ما ينفعش تغلط فيها لازم اعدل حسابات التكاليف هعدلها بالنقص التكاليف هتقل لان الفعل يقل من محمد الفعل يقل من محمد يبقى لازم اشيل من التلات ارقام الخمسة والخمساشر والعشرين الف انشيل منهم ايه بقى السبعمائة وخمسين والالفين متين وخمسين والتلات تلاف اهو بقى الرصيد النهائي اربعة ماتين وخمسين بدل خمسة اتناشر سبعمائة وخمسين بدل خمستاشر سبعتاشر الف بدل عشرين الف عايزك بقى تعمل العكس كده وتخلي الفعلية هيك كبيرة وشوف ايه اللي هيختلف طبعا الكده هيبقى ازاي من تسود فروض تحميل بستة الى انتاج تحت تشغيل وانتاج تم وتكلفة مبعات بالتلات ارقام خلي بقى لك حسابات التكاليف قلت ايه قلنا احنا اقل التكاليف لان هنا حاجة كويسة ان الفقلي بقل من الايه التقديري او المحمد تمام يعني كده انا حبيت افاهمك فكرة التكاليف غير المباشرة ويعني ايه محملة وفروض التحميل بتعالج ازاي الفيديو الجاي بجد بجد مهم اوي اوي لان انا هشرح في حالة كاملة من اول شراء المادة الخام لحد تحديد سعر الطلبية ويبقى فيه ازاي بنوزع التكاليف غير المباشرة وازاي المنتج ياخد نصيبه يعني فيديو بجد ان شاء الله يفيدكو جدا 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 انتظروه ان شاء الله سلام عليكم